محمد رمضاني يستعد لحفلته في موسم الرياض فان شاء الله يكون عند حسن ظن هيئة الترفيه وعند حسن ظن الجمهور السعودي الكبير بالشكل ده بيسيب محمد رمضان بصمة مميزة في حفلاته وتعود الجمهور على العروض اللي بيقدمها من المتوقع نشوفه قريباً في موسم الرياض وتحديداً في 1 نوفمبر فبيحضر لإيه؟ محضر لها شيء سباشال أكيد أكيد طبعاً حفلة مهمة بالنسبة لي وإن شاء الله أكون أدى هذه المسئولية هي أول حفلة في موسم الرياض ودي مسئولية كبيرة افتتاح البولوفارد فدي مسئولية أيضاً كبيرة جداً فإن شاء الله أكون حدث قوانين معينة أنه مش لازم تعملها في الرياض لا من ما فيش رولز تقليت له لكن يعني أنا الواحدة السعودية لها اهتمام آخر واهتمام خاص وإن شاء الله أكون لأن دي كمان تاني حفلة اللي هي في موسم الرياض الحمد لله أعملنا حفلة الحمد لله كانت قوية جداً من سنتين فإن شاء الله أكون عند حسن ظن هيئة الترفيه وعند حسن ظن الجمهور السعودي الكبير أما في ديسمبر فهيكون الجمهور العرائي على موعد مع محمد رمضان العرائي إن شاء الله يوم غالباً يوم 10 ديسمبر في بغداد إن شاء الله في التحضيرات لإلها شغالين والله بنحضر وهم مقدمين أفكار رائعة وأفكار أبهرتني أنا شخصياً وإن شاء الله تبهر وتدهش الجمهور بس معقول الحفلات دي تشغله وتمنعه من المشاركة في السباق الرمضاني إنت كنت أقيلنا لأيتي بالعربي في شيء عم بتحضره لرمضان 2022 وين صار؟ أعطينا عبديت والله شغالين يعني بالورق بيتكتب وإن شاء الله خير بإذن الله قريب هيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المشروع ومن أيام أصدر محمد رمضان على قناته الخاصة على يوتيوب الفيديو كليب الرسمي لأوليد جاو البنات اللي شاركه فيه ريدوان ونعمان بالعياشي وبقى في رصيده أكتر من مليونين ومتين ألف مشاهدة بعد ما كان فيديو البرفورمانس في حفل التتاح مهرجان الجونة حصد 4 مليون و300 ألف كيف شايف أصدقاء الفيديو كليب من بعد ما نزل حسيت أنه البرفورمانس طبع الجونة أثر على الفيديو كليب ولا لا؟ لا بالعكس هو أصل الغرض نجاح الغنوة وانتشرها هو ده اللي احنا بنتمنى مش فكرة أرقام بنجمع مش بنحوش يعني فالحمده لأن السواء على المنصات السمعية البرفورمانس مدام هو نفس الأغنية فهو نجاح عظيم أنا فخور بي جدا وان شاء الله الغنوة تكبر أكتر وتوصل لأكبر شريحة طب شو حايت أنه في خلاف بينك وبين ريد وون بمهرجان الجونة على الغلط اللي صار على المصر ده صديقي وأخوي الكبير وإحنا على علاقة جيدة جدا جدا وبنشاير لبعض الطول ادخل على الستوري عندي وعنده طول الوقت متفاعلين مع بعض وحبيبي وزوجته أختي وعلته علتي يعني جوالبانات جوالبانات لانا حالانا حالانا